ترأس الأمين العام لوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي موسى محمد دادقو أعمال ورشة إطلاق الأعمال والخدمات الجديدة التي تتناول الموضوعات المحددة لدول المجموعة لمجموعة الساحل الخمسة والتي ستشارك فيها عدد من ممثلي دول المجموعة والخبراء تقرير خليل حسن صالح تنسيق الجهود والعمل على وضع خطط إقليمية لتقييم أعمال دول المجموعة الخمسة في الساحل وتحديد الأهداف المشتركة التي تخدم المصالح العامة وتؤمن الشريط الساحلي كانت تلكم هي الأهداف التي نظمت لأجلها ورشة إطلاق الأعمال والخدمات الجديدة التي تتناول الموضوعات المحددة لدول الساحل حيث أوضح ممثل الأمم المتحدة بإفريقيا الغربية إدم بيليك عن اهتمام الأمم المتحدة بالتجمعات الإقليمية والشبه الإقليمية مؤكدا دعم الأمم المتحدة لجميع النشاطات الأمنية والاقتصادية لدول التجمع أما ممثل الاتحاد الإفريقي بمالي والساحل محمد الديارة فقد أشاد بجهود الحكومة الكادية لتحقيق أهداف دول التجمع والسعي لإنجاح الخطط العامة ورفع التحديات المشتركة الأمين العام لوزارة الخارجية موسى الدوغو محمد ممثلا للوزير قال إن هذه الورشة تسمح لهم بوضع رؤية شاملة واستراتيجيات لتقوية المجموعات التي تتقاسم نفس الأهداف والتفاكر حول دعم القدرات المشتركة والتطوير الخدمات والعمل على اعتماد خطة موحدة وقبيل افتتاحه لأعمال هذه الورشة أشار موسى الدوغو على أهمية هذه الخطوة في مراقبة العمل وتبادل المعارف للإسراع في تنفيذ المشاريع ذات الاستراتيجية المشتركة التي هي قيد الإعداد ترجمة نانسي قنقر